قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه بحث مع نظيره الموريتاني آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيقي وأشار الرئيس السيسي إلى توافق الرؤى المصرية الموريتانية حول ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وبحثنا أيضاً آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمن محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات السلة